من جانبه أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف الاعتيبة إنه لا توجد أبعاد عسكرية لما يجري القيام به في الوقت الحالي مع قطر وأوضح أنه جرى تأكيد للولايات المتحدة أن الخطوات المتخذة لن تؤثر في عمليات قاعدة العديد في قطر وأكد السفير أن المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي وأضاف أن لائحة بالأمور المطلوبة من قطر سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة عما قريب مشيرا إلى أن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية والهجمات من خلال منصات إعلامية مملكة لقطر